19 صاحته خلاص فهمنا استاذ اختار لك واحدة فيهم و سابعة التربيزة دهما عليش هو عنده عقدة أمامت وهوا صغير اللي بتأكله رذة الملخية على البحر بحكي لكي مو الاهمة كبشر فيفوتك مصر عمر tone والله عزيز دات الملوخية بتاعت صبحي لا 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 دلوقتي أنا عندي ألف سؤال ولازم تجاوبين عليهم كلهم أول حاجة أنت عرفت من إيه إن أنا هترمي في المين وإيه اللي خلاك ترمي نفسك وراها؟ حاسدك الحلو اللي خلاني عفو إيه اللي خلاني بقى لحقك والحقتك ليه؟ بدي يعني محتاج أفكر فيها شوية عشان أهلك عليها عشان لسه محتاجة منك حاجات وعرف منك حاجات فترقوة لما بقى خلاصهم بقى بقى مدراحة يا ساتر يا رب طيب وإيه حكاية الست ورقات اللي إنت قطعتيهم دولا؟ ليه خلطوني أخد طب بقى مكفاء الغاز بقى وتديني إجابة عادلة بعدين انت اسمك إيه؟ حد دلوقتي ما عرفش اسمك ران بقولك يا مرون أنت شمعنا مصدق إن أنا مكذب كل الناس اللي حواليك مش عارف بس أنا بقى عارف عشان ترجعت زي العيلة الصغير دي رادارك ندف بقى التلقت مين كداب ومين صغير انت لسه فاكر القرآن يا مرون أه طب فيه آية بتقول ونفس ما ما يسواها فألهمها فجورها وبطقوها صدق الله العظيم أهو أنت بقى رجعت لسواها ما أنت يا أصدق إن كل اللي بيفقدوا الزاكرة بيرجعوا لسواها؟ لا أنا ما عرفش ومعنديش خبرة كافية في الموضوع لها أحتمال أهو أحتمال لا كل الفكرة أن أنا بقالي كذا يوم بدخل على النت وبابسط على الأبحاث عن مثل في رفاكت زي نساك قريت حاجات بمليون لغة قريت بالعربي وبالإنجليزي وبالفرانسيوي الإنجليزي؟ المسبق الفرانسيوي عايض يعني؟ اللي ناما بيورماتر إسحانا فيه لونان دفاطر ماري حانا فيه أقول هلكدروسي كمان؟ أنت مين يا رانا؟ أنا ستت ورقات الستت ورقات اللي سرقتيهم اتلم وبعدين قوا فيهم حاجات تخصني في سرقتهم عندك مشكلة؟ ليه؟ يعني إيه لي؟ عشان مش عايزك تقراهم؟ الله ما طولك يا روح! ليه؟ كده، عشان ما ترجعش مروان القديم لأنك لو رجعت مروان بتاع زمان لأنا هتطيق أبص في وشك قاعدة اللي كان ما كتب في المذاكرات ده صح؟ حقيقي ما عرفش بس كل اللي أنا عرفاه أن أنت كتبني ها؟ ضهري إيدي وعلى وشي ضهري إيدي أنا فوتتلك تلم الأولنية مش هفوتلك حاجة تاني فاهمة؟ فاهمة وأنا أسفة جداً وهكلمك بكل احترام وزوق أيوة أنت كتبني ستين كلب وكذاب ومنافق وخاين فما قدرش عرف المذاكرات اللي أنت كتبها دي كتب ولا صد بس كل اللي أنا عرفاه أن الست ورقات اللي معايا دول هما الحقيقة طيب ما تبدي ورمي علشان قرأهم؟ لأ علشان لسه إلي لك الكلام ده من شوية يا مروان وحيات ربنا أنا قريت كتير جداً في موضوع فقدان الزاكرة ده أنت حالتك مش طبعية أنت حالتك حاجة غريبة جداً أنت رافض تفتكر اللي فات عشان كده أنا قلتلك أنت في مرحلة سواها وعندك حلم اللي اتنين هتختارهم يا فجورها يا تقواها مش بالبساطة ديها ست الدكتورة سواها دي اللي كان مقصود بها طبعاً الطفل اللي لسه نزل من بطن أمه بفتة بيضة لكن أنا أنا عندي ماضي يعني حتى لو رميت المذكرات دي في النيل دلوقتي الماضي ده هيفضل موجود هيفضل يطردني يعني في الكامي يوم اللي فاته اكتشفت إن أنا أصحابي قد تنين قتلى ورموني في النيل ده غير إن أنا كنت متجاوس في السر ده غير الستات الكتير التانية يعني ما عليش مدرجة أصبحا والله بس هو ده المضايقك بصدق إيه؟ يليس فيه تاني؟ طبعاً دي الإعلانات اللي قابل الفيلم ما يبدأ اللي الناس بتروح تجيه في شهر عشان طاقت تتفرج على الفيلم وهايّا متمزجة ونصيحة ماني بقى يا ماروان لو أنت هتكمل و هتقرى المذكرات بتاعتك اقطع اي رقصة يحتم طبعية الستوراية في الحفظ والثون وبعد يحنا هنروح من بعد فين؟ استني لما أعوز أشوفك تاني أعني أشوفك إزاي لو أحتاج تاني غمض عينيك وفكر فيه هتلاقيه سلام هو إيه اللي غمض عينيك بي يأ مجلومة